اخر مرة تكلمنا على كيف اكل الاكل الصحي كمية الاكل الصحي طيب انا لازم اكون دقيق في حساب الاشياء اللي اكلها عشان اعرف انا مثلا اكل بس شوية شنو الشوية الشوية تختلف من شخص للثاني فالدقة في حساب ما نتناوله تختلف نظرتنا الامور دائما فكلمة مراعق التعنيل البعض اي مراعق التالية مثلا بالنسبةzoا اهده هذا ملعقة شاي هذا عاده ملعقة الطعام هذا ملعقة الش crema هذا تم ايستي مثلا هؤلاء المرعقة الطويلة اللي نحرك فيها الائست toca فالملعقة قد تكون اي ملعقة من الثانين فانا رازم اصير دقيق في حساب الكمية الاكل القريغ علشان اكون دقيق في حساب السعرات الحرارية لما اقول الاكل الصحان Μcipl Utилitata library مثلا هذا الصحان وهذا صحان وهذا الصحان كلهم صحون فانا لما اقول هذه الكلمة لازم أكون دقيق أعرف كم الكمية فكيف أكون دقيق في هذه الأشياء في حساب الكمية الأكل اللي أكلها في أول حاجة عندنا هذه الأكواب المعيارية أسهل حاجة مثلا أنا باكل بسويلي قلت مثلا ربع كاسترز فربع كاسترز تقريبا الغير اللي مو مطبوخ يعني لما أطبخها بيصير عندي كاسترز فأنا أكون دقيق يعني أخذ هذه مثلا هذا الربع شكله الأخضر أوزن مو أوزن يعني بالملعقة هذه المعيارية ربع كاسترز بيعطيني كاسترز لما ينطبخ الحاجة الثانية الأدق من الأكواب المعيارية الميزان ميزان الطعام صح أنه يمكن يعني مميل بس إذا فكر الإنسان أنه أنا عارف بالضبط شنو أكلت وعارف كمية سعرات الحرارية اللي فيها وأنا عندي دايما في بالي الهدف اللي أبغى أو صلى يعني هذا يستاهل هذا العناء أني أقيس أي حاجة أأكلها قبل ما أكلها على الأقل في البيترة الأولى لأنه في البداية يعني أنا مو أعارفة الوزن حق الأشياء بالضبط بعدين أنا أعرف الحجم بالشكل مثلا أنا حسبت في المرة الأولى مثلا نص خيارة أو خيارة مثلا طلع وزن هكذا فأنا بعدين مع الأيام أصير ما أحتاج أوزن كل مرة بالنظر أصير أعرف الأشياء كم فيها سعر الحرارية طيب فيه الحساب الدقة في حساب ما نتناوله الهواتف الدكية فيه هذا مايفيتنس بول قبل شوية شفنا الموقع حقه بس نقدر هذون نزلهم من الجوال يعني رهيب جدا أنا استخدمتها فترة بس حتى فيه بالبار كود أنا أسوي سكان للأشياء مثلا عندي علبة زبادي أبغى أعرف فيها كم سعر الحرارية أسوي سكان للبار كود فهو يقول لي على طول فيها كذا سعر الحرارية ويسجلهم فيه مثلا فيه بالمقياس أنا لو وزنت بالميزان اللي شفتها قبل شوية أو حتى بالكاس المعياري قلت لها ربع كاس روز يعني يطلع لي كم سعر الحرارية يعني مطبوخ ولا ممطبوخ إذا يعني مثلا اللغة حاجز شوية فيه هذه عدد سعر الحرارية ومراقبة للحمية من حميتي هذا برنامج باللغة العربية ممتاز جدا أسوي نفس الشيء أما اسكان بالكاميرا حقه الجوال فهو يطلع لي كمية سعرات حرارية يطلع لي كم فيه بروتين كم فيه كاربز كل الأشياء فهم الاثنين ممتازين بس حسب انت شو تفضل أنا لما جربت في ماي فتنس بول حلو لأنه حتى فيه ناس تشوف تجاربهم لو تدخل على الموقع حقهم في الإنترنت تشوف قصص نجاح هذي يعني قصص تحفيزية يعني فحلو أن تشوف قصص ناس تستفيد منهم التراقب وزنك يعني جدا حلوة هذه الأشياء بس بنقف لكذا في هذا الدرس والدرس الجاي إن شاء الله بنعرف شنو العوائق اللي تقف في طريقنا عشان نوصل للوزن اللي نبغى نوصل لها ترجمة نانسي قنقر